السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجد عبد الرازق استشاري أمراض معادية وجهاز عدمي وكبد. أتشرف بوجودي معكم موضوعنا النهاردة عن مرض الزهري وتساقط الشعر في بعض الأحيان يصاب الشخص بمرض زهري وهذا المرض ينتقل عن طريق عدوى جنسية. يعني عن طريق الاتصال الجنسي وبالتالي تسبب بكتيريا اسمها اللولبية الشاحبة وهذا المرض ممكن يؤدي في المرحلة الثانية منه إلى تساقط الشعر نحن النهاردة سنوضح أن هناك بعض أسباب لتساقط الشعر طبعاً هناك بعض أسباب أخرى غير مرض الزهري مثلاً الاضطرابات الهرمونية بعد انقطاع الطمس ممكن هذا يؤدي إلى تساقط الشعر أيضاً في أسباب راسية لتساقط الشعر أيضاً ممكن يحصل في بعض الأمراض الجلدية في فروة الراس مثلاً زي الأمراض الفطرية أو أمراض الحساسية أو الإجزيمة ممكن تؤدي إلى تساقط الشعر كذلك تكيّسات المبايد والاضطرابات الهرمونية ممكن تؤدي إلى تساقط الشعر أيضاً من ضمن أسباب تساقط الشعر الاهتمام الزائد بالشعر مثل وضع شامبوهات بكثرة أو الإفراط في الكريمات التي تتحطى على شعر أو مكوت الشعر كل هذه الأسباب ممكن تؤدي إلى تساقط الشعر كذلك الأنيميا يعني فقر الدم والضعف العام ده ممكن يؤدي إلى تساقط الشعر بالإضافة أيضاً لبعض الأمراض المناعة الزاتية زي مرض الزئبة الحمراء ده أيضاً ممكن يؤدي إلى تساقط الشعر بخصوص موضوعنا النهاردة عن مرض الزهري مرض الزهري أصلاً زي ما قلت لكم هو مرض جنسي وفي نفس الوقت ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي إما جنس مهبلي أو جنس شرجي أو جنس فموي أو حتى اتصال جسدي ده ممكن ينقل مرض الزهري وأيضاً ممكن ينتقل عن طريق الحقن الملوثة زي الناس اللي هي بتاخد حقن مخدرات وأيضاً عن طريق الأم للطفل إما أثناء الحملة أو أثناء الولادة أيضاً مرض الزهري لازم نكون عارفين أنه له ثلاث مراحل المرحلة الأولى بتظهر فيه عبارة عن قرحة وهذه القرحة غير نازفة والقرحة غير مؤلمة وممكن تظهر على العضاء الجنسية أو على الفم أو على اللسان وده بتبقى قرحة ناشفة شوية وفي نفس الوقت هذه القرحة اكملها غير مؤلمة ممكن الشخص ما ياخدش باله منها وده يسمع المرحلة الأولى وممكن يحصل تضخم في الغدد اللينفاوية القريبة إما في الرقبة أو في أعلى الفخص بعد كده ممكن ينتقل المرض إلى المرحلة الثانية بعد عدة أسابيع لو متعالك الشخص في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية هي تضخم في الغدد اللينفاوية في الرقبة وفي تحت الإبت وفي أعلى الفخص وبيحصل ارتفاع في درجة الحرارة وبيحصل طفح جلدي والطفح الجلدي ده بيظهر في الصدر والبطن وأيضا في باطن القدمين وفي راحة اليد وعادة ما بيبقاش فيه هرش وهذا الطفح الجلدي بيبقى مميز لمرض الزهري أيضا بيحصل ارتفاع في درجة الحرارة وحمى شديدة وإرهاق وصداع وفقدان للشهية وبيحصل في هذه المرحلة أيضا تساقط ملفت للنظر للشعر وطبعا لو جه عند السيدة أنتم عارفين طبعا السيدات بيهتموا جدا بشعرهم وبالتالي ده بيلفت نظرهم أن فيه حاجة أو فيه مرض مش مظبوط ساعات السيدة ما تاخدش بالها من المرحلة الأولى لأن ساعات القرحة اللي بتحصل في المرحلة الأولى دي ممكن تبقى داخل المستقيم أو داخل المهبة لما تحسش بيها وبالتالي لما بيحصل تساقط في الشعر بتنتبه أن فيه مشكلة عندها أو فيه مرض معدي موجود عندها أيضا لو حصل أن هذه المرحلة اللي هي المرحلة التانية ما خدتش بالها منها بينتقل المرض إلى مرحلة كومون وهذه المرحلة بيحصل فيها نوع من أنواع عدم ظهور أي آراض وبتمتد بالسنوات وبعد كده تبتدي تظهر المرحلة الثالثة بعد عدة سنوات وهذه المرحلة تعتبر أخطر المراحل لأن هذه المرحلة بيحصل فيها إصابة للمخ وبالتالي ممكن يصاب الشخص بالجنون أو بالوفاء أو ممكن يحصل إصابة للنخيع الشوكي وده ممكن يؤدي إلى صعوبة في المش أو ممكن يحصل إصابة لشرايين القلب خصوصا الشرايين التاجية وده يؤدي إلى أزمات قلبية أو إصابة للشريان الأورطة وده ممكن يؤدي إلى تمدد في شريان الأورطة وممكن يحصل نزيف وطبعا ده ممكن يؤدي إلى الوفاء كل هذه المضاعفات بتحصل عادة في المرحلة الثالثة كذلك بيحصل في حاجة اسمها جمّة وده عبارة عن زي جسم مطاطي بيحصل في بعض الأنسجة زي العزام أو زي فروة الراس وطبعا المرحلة الثالثة دي زي ما قلتلكه من أخطر المراحل في مرض الزهري طبعا لو قدرنا نشخص الحالة مبكرا يكون أفضل وعادة بندي حقا بنسلين طبعا الدكتور المعالج هو اللي بيحدد الجرعات المناسبة وفي نفس الوقت طبعا التشخيص بتاعه بيبقى عن طريق اختبار الفيدي أر إل وده الفحص المبدئي وبعد كده لما بيطلع إيجابي بنأكد التشخيص باختبار تي بي اتش اي اي ا لو تأكد التشخيص معناه أن هذا الشخص عنده فعلا مرض زهري طبعا أحب ألفت النظر أن في بعض الحالات الفيدي أر إل بيطلع إيجابي وبيبقى المريض لا يوجد مرض الزهري مثل السيدات الحوامل أو الحالات التي لديهم أمراض مناعة ذاتية مثل الروماتويد وزئب الحمر وزي بعض الفيروسات الكابدية أيضا بيظهر عندهم الفيدي أر إل إيجابي وهم ما عندهمش أصلا مرض الزهري لكن طبعا بنكتشف هذه الحالات لما بنعمل الفحص التأكيدي اللي هو تي بي اتش اي طبعا مهم جدا نلتزم بالعلاج عشان نحمي نفسينا من المضاعفات وأيضا العلاج لازم يكون متوفر أيضا للشريك عشان الزوجة أو على أساس أننا لا يحصل عدوى مرة أخرى بالزهري أشكركم جزيلا شكر وحسيب رقم الواتس بتاعي لو في أي استفسارات أو إرسال تقارير طبية 02010-27-28-4778 أشكركم جزيلا شكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته